ثم قال وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس زكريا فيها قراءتان زكريا وزكرياء يعني بإثبات الهمزة من تقول زكريا ومن تقول زكرياء بإثبات الهمزة وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس هؤلاء أيضا من أنبياء بني إسرائيل ويحيا وعيسى أبناء خالة وهنا أيضا بعض أهل العلم يعني ذكر مسألة وهي عيسى ليس من ذرية إبراهيم أي صلى الله عليه وسلم قال لأن عيسى ليس له أب عيسى أي صلى الله عليه وسلم ليس له أب وإنما هو ابن مريم وليس له أب فكيف جاز أن يقال إنه من ذرية لأن مسألة خلافية بين أهل العلم يعني في الوصايا والأوقاف وغيرها لو أوقف الإنسان مثلا بيتا أو حديقة أو أرضا أن يكون مثلا قال هذا وقف على ذريتي هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخلون لأن عيسى هنا ابن بنت ابن مريم مريم نعم من ذرية إبراهيم على السلام من بني إسرائيل مريم ولكن هل عيسى يعتبر من ذرية إبراهيم أو لا يعتبر لأنه ليس له أب صلاة ربي وسلامه عليه فابن البنت يقال له سبت وإذاك يقال عن حسن والحسين سبت رسول الله لأنه أبناء ابنته ولا يقال له أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقال أسباط فالسبت هو ابن البنت والحفيد هو ابن الابن فقالوا عيسى سبت لأنه ابن مريم فهل يجوز أن يقال عن الابن أو يقال عن ابن البنت ابن أو يقال له سبت خاصة مع قول الشاعر أبناؤنا بنوا بنينا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعدي يعني أبناؤنا بنوا بنينا يعني ابن ابني ابني لن يشير اسمي ابن ابني يحمل اسمي أنا جده فلان بن فلان ثم يأتي اسمي أبناؤنا بنوا بنين وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعدي يعني ينسب إلى زوج ابنتي ولا ينسب لي ما أذكر أنا في نسب بنتي وإنما أذكر في نسب يعني أولاد بنتي لا أذكر في النسب لكن أذكر في النسب في أولاد ابني فقالوا إذن عيسى كيف ذكر هنا أنه من ذريتي إبراهيم وهو ليس ابن ابنه طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والظاهر الله العلم نعم يطلق على ابن البنت ابن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن ابن علي ابن أبي طال رضي الله عنهما قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فقال ابني وهو ابن بنته فقال ابني سماه ابن الله فالصحيح أنه يجوز أن يقال هذا فعيسى ابن لإبراهيم عصته وإن كان ليس له أب صلوات ربه وسلامه عليهم قال كل من الصالحين أي هؤلاء من الصالحين يعني من ذكر زكريا ويحيى وعيسى وإلياس من الصالحين والذين مضوا قبلهم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أيضا من الصالحين وكل الأنبياء صالحون كل الأنبياء صالحون ترجمة نانسي قنقر